نشرة منتصف الليلة الأخبار من القناة الوطنية الأولى أهلا بكم المشاهدين والبداية بالعناوين المحكمة الإدارية تبقي على نتائج الانتخابات التشريعية لدائرة ألمانيا والقصرين وتقر مقعد حزب الرحمة بدائرة بن عروس توقعات بإصابة زيتون قياسية ومهني والقطاع يطالبون بتدخل عاجل لمجابهة صعوبات الترويج وتوفير اليد العاملة للجانية وتواصل المظاهرات بدل حكومة في العراق وقتل وجرحة في مواجهة بين قوات الأمن والمحتجين في بغداد أهلا بكم مشاهدين من جديد في الشأن الانتخابي الإبقاء على نتائج الدائرة الانتخابية في ألمانيا والدائرة الانتخابية بالقصرين دون تغيير إضافة إلى إقرار تعديل جزئي لنتائج الانتخابات المصرح بها من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في دائرة بن عروس وارجعوا مقعد لحزب الرحمة بدل حركة الشعب ورفضوا القضايا الأخرى ذلك ما أعلن عنه أمس الاثنين الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري بعد سدور خمسة وعشرين حكما بخصوص القضايا الاستئنافية التي تعهدت بها المحكمة في نطاق طور التقاضي الثاني لنزاعات نتائج الانتخابات التشريعية لسنة تسع عشرة وألفين على أن تصرح الجلسة العامة القضائية بأحد عشر حكما متبقيا في السادس من نوفمبر الحالي وفق المصدرية ذاته إلى موضوع آخر الآن ومع انطلاق موسمي جني الزيتون في ولاية سوسا مؤشرات جد إيجابية بخصوص هذه الصابة التي تعتبر قياسية هذه السنة رغم وجود إشكالات تتعلق أساسا بنقص اليد العاملة على مساحة 78 ألف هكتار تمتد غابة الزيتين بولاية سوسا وتضم 43 مليون أصل زيتون وتقدر أصابة هذا الموسم بـ 200 ألف طن من الزيتون أي ما يعادل أربعين ألف طن زيت صابة هدية في سوسا بخيسك عمرها ما صارت قبل اللي هي تمثل 2.5 من معدل الإنتاج في العشرية الفار جل طاقة الخازن مع المعاصر متوفرة في الولاية عندما يقارب أربعين ألف طن طاقة استيعاب في المخازن صابت الزيتون المقدرة هذه السنة تعد قياسية وهو ما يطرح مشكلة كبيرا للنقص الفدح لليد العاملة بالنسبة لكبار الفلاحين هو الحاجة اللي يدل عاملة ما فماش وغالية وغالية والزيتون مزال صومه مش واضح ومش راكح بالباهي في متنم زلنا ما نعرفوش يلندراء معناها يخلص ما يخلصش بشنا نضطروا العائلات معناها كيمة آنية نهز مثلاً الولادي يأخذوش كونجي أخواتي نعملون لما في مثلاً في زيتون أحنا نعملون لما لننكبرو هذا نمشو للأخر كيفاش بشنا عملو سني المشكلة للجماعة المكينات يتحكاوا أنهم همشوش يقبلوا إسناء الزيتون عند الفلاح يقرق بواكهو والفلاح وشيوح الفمتني منها في زيتون وش كونوش يبيعوه ومن المنتظر توفير عشرين ألف عاملاً لمجابهة هذا النقص من جهة وحث الفلاحين على اقتناء آلات الجني من جهة أخرى فما زوز حلول فأما يأما اقتناء على ديوان الزيت لهو عمر منحة تقدر به ثلاثين بالمئة من قيمة المكينات وإلا فما صندوق النهوض بقطاع الزيتين اللي هو يمكن الفلاح من منحة تقدر بخمسة وخمسين بالمئة من قيمة المكينات يأخذها الفلاح منحة وفي ظل تنامي ظاهرة السرقة التي تهدد صابت الزيتون فهي تستوجب إجراءات أمنية مشددة المطلوب توكل يعملون حراسة منحة لها الزيتنات السنة الصابق ويعملون سوق للزيتون بالنسبة لنا نتويك عنها في أربع حراس غابة في أمتالي منحة دائمين من على طول السنة ونضيفوا عليهم منحة المالة يقل في أمتالي عن ثمانية حراس غابة منحة موسمين لحماية الصابق من السرقات قطاع الزيتين بولاية سوسا يحتل مكانة متميزة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية صابت قياسية في هذا الموسم تقدر بأربعين ألف طن من الزيت ستسهر أكثر من مئة معصر على توفيره وفي ولاية سفاقس استعدادات مكثفة لجني صابت الزيتون فيما يشتكي الفلاح من انخفاض أسعار البيع هذا هو افتتاح موسم جني الزيتون في السوق جرمدا وفي ضيعات الزيتون المنتشرة في معتمدية سفاقس لا حديث هنا إلا عن ملامح هذا الموسم متوقعين صابة كبيرة إن شاء الله إن شاء الله نكونوا في مستوى هالصابة هذية يلزم الدولة تلقى حل في كي تبدأ وفرة الصابة كسرتوه مع الكميات المتاع منها وكلها ما زالت ما خرجتش كميات الزيت من المعاصر تشوفوا اليوم حتى لقبالة الفلاحة ضعيف برشا ما فماش برشا فلاحة السعر المرجع اليوم برسكوصلة 850 فرنك بدأ من 700 إلى 850 فرنك الكيلو مع الأسف اليوم بدأت الأسعار منخفضة معناها جدا في سفاقس ما فماش زيتون معروض وبالتالي هذا يأكد مخاوفنا إنه ضرورة تدخل الدولة المعناها بسرعة باش تعين الفلاحين من خلال معناها الشراء معناها كميات كبيرة من الزيت عن طريق الديوان الوطني للزيت وتخزينها وهذه حاجة معناها تقريبا المسئولية التاريخية للديوان الوطني للزيت اللي عرفناها عليه لكن مع الأسف في السنوات الأخيرة متخلية عليها الاستعداد لموسم جني الزيتون انطلق منذ أسابيع في الضيعات وفي المعاصر قصد جمع الصابة في أحسن الظروف من ناحية ظروف الجني وما يتطلب من عمال وما يتطلب خاصة من نقل الزيتون للمعاصر من نقل العمال للضيعات من جهة أخرى زاد كيف تم الاستعداد في مخص التصرف في المرجين وكل معناتها النفايات كان صحيح التعبير اللي متأتي من عملية الزيتون وعصره في أربعين دولة الأسواق التقليدية نعرفها أقبل إسبانيا وإيطاليا لكن اللي عنا برش أسواق أخرى كما أمريكا كندا ألمانيا آسيا روسيا بلدان الخليج البلدان هدومة وكل ما نجم تبتل ونحن فيه من ابني المستقبل إلا ما نحافظه على رواح نحافظه على الجودة متاعنا قبل انطلاق موسم جني الزيتون يكثر الحديث عن مآل هذه الصابة الواعدة وعن المشاكل التي ترافق الموسمة كل عام منها اليد العاملة وسعر زيت الزيتون والترويج وقد قررت وزارة التجارة تحديد هامش الربح الأقصى لبيع زيت الزيتون المعلب بالتفصيل بـ 15% من سعر الشراء من المزود استنادا إلى القانون عدد 36 لسنة 15 و2000 والمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة الأسعار وأوضحت أمس وزارة التجارة أن وضع هامش ربح أقصى هدفه توسيع قاعدة الاستهلاك المحلي لزيت الزيتون المعلب بعد أن كانت الهوامش الربحية المعتمدة في المحلات والمساحات التجارية تتخطى 35% في مستجدات أخبارنا العربية والدولية ذكر التلفزيون الجزائري أن المحكمة العليا أمرت الأثنين بحبس وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي لمزاعم فساد في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة ومنذ استقالة بوتفليقة في أفريل السابق إثر ضغوط من المحتجين الذين يطالبون برحيل النخبة الحاكمة ومحاكمة المشتبه بتوروتهم في الفساد تم حبس 12 وزيرا سابقا من جهة أخرى يطالب المحتجون حاليا بإلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل إذ يرون أن الانتخابات لن تكون نزيهة بسبب استمرار وجود بعض خلفاء بوتفليقة في السلطة ومنهم الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح ورئيس الوزراء نوردين بدوية مئة وسنة تانية مرت على إطلاق وعد بالفور الذي مثل البداية الحقيقية لمأساة الشعب الفلسطيني وبمناسبة هذه الذكرى نظم منتدى ابن رشد للدراسات والتنسيقية الإعلامية التونسية لدعم فلسطين حلقة للنقاش تطرقت إلى القضية الفلسطينية كقضية تشكل أمنا قوميا عربيا الوثيقة يحفظها التاريخ منذ عام 1917 وتعرف بوعد بالفور الشهير نسبة إلى صاحبه وزير الخارجية البريطاني أنذاك آرثر جيمس بالفور الذي بعث برسالة إلى اللورد ريتشارد أحد زعمال حركة اليهودية يعيد فيها بتسهيل إنشاء وطن قوميا لليهود في فلسطين في ذكرى هذا الوعد المشؤوم بحث منتدى ابن رشد للدراسات والتنسيقية الإعلامية التونسية لدعم فلسطين بحث هذا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ولكن ضمن إطارا عربيا دولي بناء الموضوع في نفس الوقت يكون عربي دولي العرب في ظل الحركة الاجتماعية والسياسية التي تشهدها أحد الدول العربية كما الجزائر والسودان والعراق واللبنان في ظل الحركة السياسية اللي يقع في تونس والانتخابات الحوار اللي يجري الآن حول السياسات الخارجية بما في ذلك العلاقة مع إسرائيل وما يسمى بالتطبيق المستهدف هي الشعوب العربية والدول العربية محاولة تفتيت المنطقة فكانوا بحاجة إلى دولة وظيفية تساعد الاستراتيجية الاستعمارية للهيمنع الشعوب في هذه الحلقة العلمية أكدت أغلب المدخلات ضرورة إعادة النظر في القضية الفلسطينية كقضية أمن قومي عربي لا كقضية للتضامن فحسب ندعو إلى ضرورة إعادة النظر في الآليات التي تتعامل مع القضية الفلسطينية على أنها قضية تضامنية واعتبارها قضية تضامن عربي وهذا يحتم علينا التفكير بآليات جديدة بمعنى أن عندما تكون القضية الفلسطينية قضية أمن قومي عربي يصبح على جدول أعمال الدولة العربية الواحدة أو مجموعة الدول العربية هناك شيء له علاقة بالصراع العربي الإسرائيلي دائما وجود الأمن القومي السيبرني مظهر جديد من مظاهر السيادة لاهتمام بالأمن السيبرني لا يقل أهمية عن اهتمام بمقية مظاهر الأمن في البلدان العربية وغيرها من البلدان التطبيع الإسرائيلي بدأ عن طريق الأمن السيبرني والمداخلة كانت أساسا للتنبيه من هذا الخطر خطر تطبيع الإسرائيلي انتلاق المنصة التواصل الاجتماعي ومن قنوات التلفزية وعد بلفار غير واقع شعب ومنطقة بأسرها لما يزيد عن قرن استمرار هذا الصراع يقتضي حسب المتدخلين تغيير آليات التعامل مع هذه القضية الإنسانية وتجنب الطعاة معها وفق ردات الفعل تتواصل التحركة في الشارع العراقي للأسبوع الثاني على التوالي احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية ومطالبة بالقضاء على الفساد مخلفة خمسة قتلى في صفوف المتظاهرين ولم تنجح العود الحكومية المقدمة من امتصاص غضب الشارع الذي يؤكد مواصلته التحرك حتى إسقاط الحكومة رغم تعهدات كبار المسؤولين بتنفيذ إصلاحات اقتصادية جذرية وإجراء انتخابات مبكرة في اتجاه تجنيب العراق الشلل الذي أصابه وتجنيب الاقتصاد خسائر بالمليارات لم تتوقف الاحتجاجات المستمرة منذ حوالي أسبوعين وتجددت اليوم لتكون حصيلتها خمسة قتلى في صفوف المتظاهرين الذين فتحت قوة الأمن العراقية عليهم النار وفق مصادر صحفية متطابقة وازدادت حدة الاحتجاجات وسط دعوات من بعض النقابات العملية بالعسيان المدني حيث عمد المتظاهرون إلى قطع الطرقات أمام الموظفين الحكوميين كرسالة إلى الحكومة مفادها مواصلة الاحتجاج إلى حين سقوط النظام وترد الفاسدين على حد تعبيرهم سيما بعد سقوط أكثر من 260 شخصا على الأقل حسب الأرقام الرسمية واختطاف آخرين من الصحفيين والإطارات الطبية وامتدت هذه الاحتجاجات في محافظة كربلا إلى مقر القنصلية الإيرانية لمطالبة البعثة دبلوماسية بالمغادرة كانت دفعن على مواصفه العراقيون بالتغلغل الإيراني الذي رفقه انهيار اقتصادي وانتشار للبطالة في صفوف الشبن وفيما يواصل الشارع العراقي الانتفاض مطالبا باستقالة الحكومة بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوس مع وفد أمريكي التعديلات الدستورية وقانون الانتخابات الجديد المتروحين في إطار الإصلاحات التي تسعى من خلالها الحكومة إلى امتصاص غضب الشارع ورغم بحث الجانبين جهود التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في محاربة تنظيم داعش الإرهابي وملاحقة خلاياه الموضوع الأبرز على امتداد الشهور القليل الماضية فإنما تواجهه الحكومة العراقية من ضغط الشارع تغى على اللقاء الذي جدد من خلاله الوفد الأمريكي موقف واشنطن الداعي إلى الاستجابة إلى مطالب الشعب العراقي والتي سبق وأن وصفتها بالمشروع ضمن مشروع مختبر المستقبل في تونس قدم أطفل حي بوسيل بمنوبة عرضا فنيا اتخذ شكل أوبيرا الحي عرض تكملت فيه عناصر الفرجة والجمال بمختلف اللوحات الفنية التي صحبها عزف الفرقة الوطنية للموسيقى بأزياء مزركشة ورقصات متناغمة على وقع موسيقى تحلق بالخيال إلى عالم الحكايات والأساطير قدم أطفل حي بوسيل بمنوبة أوبيرات الحي لوحات فنية شمعت بين الموسيقى والكرال والمسرح هي نتاج وراشات تدريب وعمل تشاركي تجربة ناشحة برشة عاشناها تطوكة على امتداد سبعة أشهر أو أكثر تجربة تجمع بين موسيقى وغناء ومسرح حابنا الصغار هما اللي يتعلموا حياة جديدة حياة الفن حياة المسرح كيف ينجموا يتحركوا كيف ينجموا يمثلوا يعطونا صورة جديدة للحياة اشتغال مرورا بورشات عدة على امتداد سبع عشر من تحذير ومن غناء مع الأوركستر الوطني إلى غير ذلك بش انتهينا للشي هذا وبالتالي اللي يعنينا في المشروع التمشي اللي اخذناه بشريداتنا رسحت عندهم حوجات فنية أوبيرات بوستيل هي ثمرة مشروع مختبر المستقبل بتونس مشروع انطلق منذ لحو سنتين ويهدف إلى تنمية قدرات شباب الأحياء الشعبية من خلال الموسيقى والإبداعات الثقافية عمل كله تشاركي مع الصغار تلمذا مع البرون فما الفام دي كارتيل اليوم عملونا الكوتور وخدمونا النجار انتال كارتيل حديد انتال كارتيل سالي الطيب عملت لنا هي الماكلة وكل شيء أوبيرات بوستيل تحكي على الوليدات هذو ما تحكي على الحي موسيقى كانت من ألحاني أنا حاولنا كون تكون تتماشى مع التابلول اللي عملوهم تعال رقصات مع الأغاني مشاركة كانت مع الأوركستر الفيلارمونيك نتاع بريم في ألمانيا تميز العرض وبعده التشاركي وإشعاعه داخل حي بوستيل بمنلوبة جعله محط أنظار جمهور غفير واقب بإعجاب لوحات فنية صاغها وأبدعها أطفال هذا الحي الإيحاطة والتأثير ويلقوا وين تكون وين تأثر ولكل معنيها حاجة به برشة لصغيرات نرى أنا وليس فيه طوى مشروع ذي عامين عامين وليس تبدل فيهم بالجداء حتى في قرأته في نظامه أوبيرات الحي ليست مجرد عمل مسرحي غنائي بل هي مشروع متكامل يدعم نشر مبادئ واقية من الجمال والتضامن في صفوف الشباب بما يمكنهم من الاندماج داخل المجتمع والآن مشاهدين إليكم تذكيرا بعنوين النشرة المحكمة الإدارية تبقي على نتائج الانتخابات التشريعية لدائرتين ألمانيا والقصرين وتقر مقعد حزب الرحمة بدائرة بن عروس توقعات بصابة زيتون قياسية ومهني والقطاع يطالبون بتدخل عاجل لمجابهة صعوبات الترويج وتوفير اليد العاملة للجانية وتواصل المظاهرات ضد الحكومة في العراق وقتل وجرح في مواجهة بين قوات الأمن والمحتجين في بغداد ونشير في الختام لأنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزاء التونسية شكرا لحسن المتابع والاهتمام تصبحون على خير ترجمة نانسي قنقر